ومن ملعب برج حمود وامام عشرات الالاف اطلقت المواقف المطالبة تركيا بالاعتذار عن جريمتها مهيبا كان المشهد على الاتستراد الساحلي من انطلياس باتجاه برج حمود عشرات الالاف من اولاد واحفاد شهداء الابادة الارمانية لم ينسوا هول ما حصل قبل مئة عام ولن ينسوا عشرات الالاف تجمعوا في ملعب برج حمود البلدي ليطالب تركيا بالاعتراف بمسؤوليتها عن الابادة بهدف تحقيق العدالة هناك مسئولية دولية على الجميع ان يتعملها لان جريمة واحدة دون عقاب تفتح الباب امام جرائم اخرى والصامت امام الجريمة شريك للمجرم نطالب تركيا الاعتراف بمسؤوليتها ازاء جريمة الابادة نطالبها لاجل تحقيق العدالة والتعويض على الخسائر البشرية والسياسية والمادية والمعنوية والجغرافية ان السكوت عن جريمة هي جريمة بحد ذاتها نجتمع لنتذكر ونطالب نطالب الدول العربية ان تعترف بجريمة ابادة الشعب الارمني وبمسؤولية تركيا في تلك الجريمة هذه الابادة مستمرة اليوم بحق الشعوب العربية رغم استغلال بعد المواقف المسرحية الاستعراضية من قبل تركيا فقد سقط القناع التركي العثماني المزيف سقط القناع واصبحت تركيا المنصة المتقدمة في الحروب التكفيرية على العرب وشعوب المنطقة انتهت الذكرى المئوية للابادة ولسان حال المشاركين فيها واحد قضية الاجداد ستبقى حية فينا وشعلة نضالهم لن تنطفئ حتى تحقيق العدالة الناجزة اشتركوا في القناع